أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إن وجودكم هنا اليوم في حد ذاته رسالة تأكيد على الاهتمام الذي تلونه لعمل المناخ العالمي والذي أرجو أن ينعكس في اتساق مواقف دولكم مع عنوان قمتنا وهو التنفيذ عنوان قمتنا وهو التنفيذ وتوجه إليكم اليوم مناشداً أن تكون رسائلكم إلى العالم الذي يتوقع من الكثير رسائل واضحة تتضمن خطوات محددة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات مقترحاً عليكم الإعلان عن المزيد من المساهمات المحددة وطنياً ورفع طموح استراتيجياتكم لخفض الانبعاثات وإطلاق مبادرات طموحة وفعالة تجمع كافة الفاعلين حول أهداف واضحة في التكيف والتمويل ومتابعة تنفيذ ما تم إطلاقه من مبادرات في السابق والاندمام إلى المبادرات الجديدة التي تعتزم مصر إطلاقها على مدار أيام المؤتمر والأهم من ذلك كله أن تكون توجهاتكم لمفاوديكم الذين يستعدون الآن لبدء أسبوعين من المفاوضات المهمة هي التحلي بالمرونة والعمل على بناء الثقة والتوافق للخروج بالنتائج التي أعلم أنكم ققادة للعالم تريدون الخروج بها من هذا المؤتمر إن الأمل الذي أحدثكم عنه اليوم ليس أمل التمني بل هو أمل العمل والقدرة على الفعل لقد استطاعت الكثير من دولنا على مدار عام المضى أن تكون نمازج مضيئة لهذا العمل وهذه القدرة ماضية نحو الأمام في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بالرغم من كافة الصعياب أنني أدعوكم من هنا أن نحتزي بهذه النمازج وأن لا تسمح لأي عوامل أن تحد من عزيمتنا أو تضعف من قدرتنا على مواجهة تحدي تغير المناخ الذي لن يتراجع أو يتوقف دون تدخل منها